نسبية بالدائرة الأوسع النظام النسبي والنظام الأكثر القوانين التي انتشف عمقت الطائفية بدنا نغير هذا القانون وقلت أنه أنا مع قانون نسبية حذرنا من العود إلى قانون ما يعرف بقانون الستين إذا كان قانون الانتخاب النسبية على لسان جميع القوى السياسية فإن زلة لسان وزير الداخلية كانت كفيلة فطح نيات الدفينة نحن الآن وقفين أمام قانون الستين مع كل موسم انتخابي يستحضروا طرح القانون النسبي ومع اقتراب كل موسم تعود شماعة ضيق الوقت لتبرر عدم إقرار أي قانون آخر نحن جاهزين لتنفيذ الآن لتنفيذ الانتخابات على قانون الستين أي كلام آخر غير منطقي نحن مش قادرين النفس ومع عدم صدور ردود فعل معترضة على زلة المشنوق يصبح لزامن السؤال عن مسرحيات النسبي وضرورتها إذا ما كانت الأطراف كافة لا تعترض على قانون الستين ما بعتقد أنه كل أركان الطبق السياسي أو شبك السياسي متضرري من قانون من هذا النوع ولكن حتى أولئك غير المتضرري من هذا القانون يعني ليسوا مستعدين لأيخوضوا معركة من هذا النوع لأنه حينما يعني يغفلون طرح هذا القانون ويصيرون مع المتضررين من هذا القانون فهم يسلفونهم مقابل أن يحصلوا على مكاسب سياسية منهم لاحقا أثبتت الانتخابات البلدية في طرابلس وفي بيروت وجود شريحة واسعة بدأت تتسرب من داخل حصون الأحزاب والطوائف وعليه بات قانون الستين أهوان الشرين يعني أعتقد أنه طرح قانون انتخابات النسبي كل مرة أو أكثر من مرة في السنوات الماضي بذل أنه معظم أركان الطبق السياسي عنده القانون أنه هذا القانون الأكثر تنثيلية الأكثر عدلا والرجوع عنه يعني يعتمد على أو قائم على المصالح التي تتناقض مع طرح هذا قانون أو السير به قدما حتى المقالات الأخيرة نظام انتخابي من هذا النوع نظام انتخابي نسبي مش بس أكثر تنثيلية وعدلا من غير وهذا بيسمح بفتح ثغرة بجدار النظام القائم على أساس المحاصصة النظام الريعي الزبائني هذا بيسمح لإحداث نقلي لحركة الاحتجاج والاعتراض من الشارع لداخل المؤسسات لأنه بيسمح الأقلية أنه تصير موجودة جو المؤسسات هذا كمان بيسمح حتى لأركان الطبق السياسي أنه يقدموا أفضل ما لديهم لأنه هذا بيزيد بيرفع من منصوب التنافس على مستوى الانتخابي أو أثناء الانتخابات بعد التمديد للمجلس النيابي مرة فمرتين يراهن نواب الأمة وأربابهم على اكتفاء اللبنانيين وفرحهم بمجرد إجراء انتخابات تحت أي قانون وأي ظرف وبالظروف الأمنية يدوم التمديد أو الستين أدام شمس الدين قناة الجديد